كل الناس اللي سعببوا في القطر اللي بينغاسوا علينا حياتنا اللي هم الصحاب الصحاب صحاب جوزي إخواته بمرتاتهم الأرايب يعني أخو جوزي الأرايب الأرايب آه الأخ ومرته وعمي عمته يعني الأرايب عايزة تعملي مسافة عايزة تعملي حل للجوز يعني العطاء معاهم برضو زيادة غلط بيدمر النفسية بصي عشان تحل المشاكل مع الأرايب والمحيطين بيكي بالذات من أهل الزوج أو أهل الزوجة خلي فيه مسافة اسمها مسافة الأمان دي أساسي الأساسي والله يا جماعة أساسي مسافة الأمان دي لازم مسافة الأمان بصي ماينفعش تبقى قاعدك تتغدي تتلاقي تليفون جايلك من أختك آه أو أخوك وتفضل تسيب ولادك أو تسيب مراتك في التوقيت اللي انت هتاكل فيه عشان تسمع لمشكلة عنده بالزبط أغلب المشاكل اللي بتجيلكو في بيكو بتجيب الفقر صح وبتجيب النكد وبتستهلك طاقتكم أنا بشوف بنات متضمرة نفسيا بسبب أن تسمع الشكوى من المحيطين بيه بتسمع الشكوى من إخواتهم ذات نفسهم بيسرقوا الطاقة طب هل كل إخواتنا يستحقوا أن إحنا نضحي من وقتنا علشانهم؟ ما حدش يفكر بقى أن أنا هقول له النهاردة كلام يتنافى مع الدين أو العداد لا خليك في حالك دايما واعمل مسافة أمان ما بينك وما بين أخوك في الزمن ده أنا معاك جدا أنا معاك جدا ومعاك جدا ومتضمنا جدا لأن حتى الإخوات لما أنا بشيل هم أخوي يزاد عن لزوم بمشكلته مع مراته بولاده أنا زي تنفسي بقعد عبي في مشاكل لما يجي جزي يليني مكتئبة أصلا خلاص أنا اكتئب برافو برافو بالذب يعني ياخد مني طاقة ويفضل يرغي ولا مرات أخويا تفضل تستنزفني ولما يجي بعدين بقى ساعات ايه لو مثلا أخويا مدايق مراته ولا بيخونها ولا ليه جزي دخل بقى من الباب قال له ايه انت كمان بقى ايه بتعمل ايه انت من غرية بنوع بنتخيل بقى والهواجس تاخدنا أنه هو زي أنا عايز أقولك الحاجة برافو أنا جماعة اللي بيعجبني في إمام دايما أنها مزكرة ملمة بأرض الواقع ايه والله ده اللي بيحصل فقالها مفيش ست بتقعد في البيت تسمع مشاكل من أختها أو مرات أخوها أو واحدة صاحبتها اللي لو بتنكد على جزء هتقولي لي لأ أنا متخصص أنا اللي بيصب عندي أنا اللي بيصب عندي مفيش ست تقدر تتحمل حجم الضغط النفسي وسماع الشكوى وسماع الطاقة السلبية من المحيطين بيها وتكون سوية لمدة 24 ساعة بعدها استحالة لأن أنت غير متخصص استحالة فأنا استحالة أنك متخصص هديك سر المهنة أنا مش هقولك أنا باعد أسمع طول اليوم أنا ممكن أن أعد أسمع 20 ساعة في اليوم لكن مش هتقصر 10 دقايق في الجيم خلاص الموضوع أنت لا لا استحالة 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 وبعدين ساعات ممكن مثلا أنا باعد أشكر مثلا في أن قد إيه أخويا بيجيب لمراته وقد إيه فعد ميلادها مناست زكاية بقى برمي الجوزي قد إيه أخويا ممتع مراته وجيب لها وصفرها وعمل وفجأة قل إيه أخويا ضرب مراته مثلا ولا مثلا نتخنها فتلاقي بس أنت أنا عادة في البيت بقولها له إزاي متربصاره لما يعرف فتحسي شغلين دماغنا بكل اللي حوالينا بلا لازمة بصي السبت اللي بتكون قاعدة في البيت مسكة تليفون وعملها تسمع للمشاكل رأبي صحتك النفسية ورأبي صحتك العامة وبص على شكلك في المراهة هتلاقي نفسك أقل بكتير جدا في الصحة وبالذات النفسية من الناس اللي انت تسمع مشاكلهم من الناس اللي انت عايزة تحللهم مشاكلهم طب إحنا يا جماعة بيقعد يقول له دكتور انت عايزنا نبقى أنانين آه أنا عايزك تبقى أنانين أنانين مع نفسك يعني مع سعالتك انت لو ما بقتش أنانين في صحتك النفسية اللي هي المحرك الرئيسي حياتك كلها عمر حياتك ما تبقى كويس عمر حياتك ما تبقى كويس